منذ ساعات قليلة جداً وصل إلى القاهرة المهاجم السنغالي سيدو نضاي سيدو نضاي ليه؟ علشان يتمم اندمامه أو انتقاله لنادي الزمالك هيتم قيده تحت السن بحسب مصدر في نادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة إن اللاعب تم الاتجاه للتعاقد معه من جانب إدارة النادي حيث ترى إنه لاعب واعد رغم تحفظ جوزي جوميز اللي شايف الاكتفاء بوجود سيف الجزيري وحسام أشرف تعال أقول لك شوية معلومات عن سيدو نضاي لاعب الزمالك المحتمل محتمل لحين التعاقد رسمياً لاعب سنغالي عنده 19 سنة من موليد 2005 بيلعب في فريق جيد جواي السنغالي سجل خمس أهداف في الموسم الماضي شارك سيدو نضاي خلال الموسم الحالي في 8 مباريات يلعب مع منتخب سنغال للشباب ورفض نادي جيديا واي رحيله إلى فريق تونجيت قبل بداية الموسم الجاري تونجيت هو متصدر في السنغال يعني قبل بداية الموسم الجاري تبلغ قيمته التسوقية 200 ألف دولار أو 200 ألف يورو صفقة ممكن تبقى كويس معرفوي لسه ما شفناش كان من ساعات فمنستكشف دلوقتي اللعب لعله عسى يكون إضافة لنادي الزمالك تاي